برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سينو جيم وعنوان حلقتنا الإسلام يصنع المنافقين والسؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب هل يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة؟ ونشوف الإجابة بتقول لا يجوز أعطاء الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم قال ابن كدامى في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن الزكاة الأموال لا تعطى لكافر قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزم لا يعطى من زكاة الأموال شيئا لأن النبي قال لمعاز أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فقصهم بصرفها إلى فقرائهم يعني فقراء المسلمين كما قصهم بوجبها على أغنيائهم يعني هنا في واحد بيسأل هل يجوز أن يؤدي من الزكاة للكافر؟ قال له لا لا يجوز واستشهد بقول ابن كدامى وابن المنذر وكمان اللي قاله رسول الإسلام أن الصدقة اللي تؤخذ من الأغنياء المسلمين بتعطى الفقراء المسلمين نكمل الإجابة إذن كان الكافر من المؤلفة قلوا بهم جاز إعطاءهم من الزكاة قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوا بهم إلى آخر الكلام سورة التوبة 60 يبقى في حالة واحدة بس يا مسلم مسموح فيها إنك تدي الكافر إيه هي لو كان من المؤلفة قلوبهم؟ يعني إيه المؤلفة قلوبهم؟ يعني تشتري إيمانه بالفلوس يعني تقوله تاخد كام وتكون مسلم تاخد كام وتقول الشهادتين ونكمل الإجابة عشان نتأكد من الكلام ده فيجوز أن تعطى الزكاة للكافر إذا كنا نرجو بعطيته إسلامه وأنظر الشرح الممتع قال ابن قدامى في المغني ولا يعطى الكافر من الزكاة إلا كونه مؤلفا وجاء في الموسوعة تعطى الزكاة للكافر الذي يرجى إسلامه ترغيبا له في الإسلام لتميل إليه نفسه وده كلام برضو بيقولك حين في كتاب شرح الممتع بيقول إن بيأكد نفس الكلام بيقول إن تعطى الكافر الزكاة علشان أنت بنرجو بالعطية دي إسلامه وابن قدامى في المغني رح قال نفس الكلام إن أنت تدي من الزكاة لو هيدخل إسلام وفي الموسوعة برضو قالك تعطي الزكاة للكافر الذي يرجى إسلامه ترغيبا له في الإسلام عشان إيه؟ يعني ميل نفسه تميل يعني لما تديه فلوس نفسه تحب الإسلام وإحنا كمان يعني محدش يستغرب من الموضوع ده طبعا من المسلمين اللي ما يعرفوا شو الموضوع ده إن رسول إسلام نفسه كان برضو بيدفع برمية نقل الناس عشان يقولوا الشهادتين ويألف قلبهم من الصداقات وخلونا نشوف مع بعض تفسير من كسير رسولة التوبة الستين تقول إيه؟ أما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صفان بن أمية من غناء محنين وقد كان شهادها مشركا قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إليه بعد ما كان أبغض الناس إليه يعني صفان بن أمية ده كان من الناس اللي بيكره الرسول أصلا وقعد كافر غاية غزوة حنين وغزوة حنين دي كانت في العام الثامن الهجري يعني بعد فتح مكة كده بحوالي شهر يعني بعد واحد وعشرين سنة من الرسول بيقول أنا رسول هو نبي تعالي نبوة يعني الرسول قعد يدي صفان ابن أمية غاية ما صفان ابن أمية قلبه حب النبي وكان بيديله بالمئة نقة ويقول لنا كده ومنهم ما يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرفهم مئة من الأبل وخلينا كمان إيه نكمل الإجابة وسئل الشيخ ابن باز أياسوح إعطاء الزكاة للزمني فأجاب الزكاة على قول الجمهور لا تعطى للزمين ولا لغيره من الكفرة وهو الصواب والآيات والأحاديث في هذا كثير معلومة لأن الزكاة معساء من المسلمين لفقرائهم ورعاية لسد حاجتهم فيجب أن توزع بين فقرائهم وغيرهم من بقية الأصلاف الزبادية إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلبه وهم الرأساء المطلون في عشر فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما أو لإسلام نظيره أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها إلى ولماء يعني الشيخ ابتباز أكد المعلومة وقال أن الزكاة ما تديهاش لليهودي ولا المسيحي تعطى بس لو هتدخلهم الإسلام يعني تشتريهم يعني هل شاف حد دين في الدنيا دي كلها ممكن يدي فيه فلوس عشان يدخلوه فيه طبعا في العالم كله ما فيش دين غير الإسلام هو اللي بيشتري الإيمان بالفلوس أو ممكن كمان تدي فلوس للمسلم اللي تزعزع إيمانه فأنت برضو تديه الفلوس عشان إيمانه تثبت إيمانه كده بالفلوس أو الرؤساء يعني المطاعون في عشائرهم عشان ترغبهم برضو في الإسلام أو أن أنت فيه ناس مثلا عايز تبقى تشرب طاحهم عنك فأنت برضو بتديهم فلوس كل ده يجوز في الإسلام أن أنت تديهم فلوس بس المسيحي واليهودي أوعى ونكمل الإجابة ويقولك والأصل في ذلك قول الله تعالى إنما الصداقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوا بهم التوبة ستين وقول النبي لمعاز بن جبل لما بعثوا لليمن وإحنا قلنا الحديث ده قبل كده خد من الأغنية وقعطي الفقراء يبقى كان ومازال الإسلام بيشتري إيه بيشتري المنافقين بالفلوس من اللي هيرضى يدخل الدين بالفلوس غير المنافق والسؤال اللي أنا هسيبه معاك هسيبه معاكو آخر الحلقة أنتوا لما بتهجروا بره بلادكم بسبب حروب وبتعملوا الجوء هل بيسألوك عندنكم أنت كنت مسلم ولا غير مسلم علشان يساعدوكم أيهما أرقى الإسلام أم المعاملة الإنسانية اللي بتتعاملوا بيها لما بتروحوا البلاد اللي أنتوا منكوا سنبتسموها كفرة والكنيس اللي بتبقى فتحة أيادات مجانية وبتعالج فيها المرضى بغض النظر عن ديناتهم وبتدي المحتاجين بغض النظر عن ديناتهم عمر حد بيسأل يعني قبل ما بيدي الفقير أنت ديناتك إيه في بلاد اللي أنتوا بتسموها كفرة مفيش حد بيسأل أنت ديناتك إيه قبل ما بيدي غير للإسلام للأسف وأنا بسيب معاكو السؤال ده هل الإسلام دين عنصري وأن أنت الصدقة بتاعتك مش بتديها غير للمسلم اللي زيك فقط وألتقي بيكم في الحلقة القادمة بين سين وجيم ترجمة نانسي قنقر